تعليق سريع قبل أن نشرع في مواضيعنا اليوم مع ضيوفي الحكومة السورية هناك خلاف ما بين الحكومة السورية المؤقتة التي تتبع للاتلاف الوطني ووحدة تنسيق الدعم هذه الخلافات على فكرة قديمة جديدة منذ حوالي 6 أشهر حتى هذه اللحظة هناك خلافات ومناكفات وعلى غيبة ونميمة وطأ براغي وعند الداعمين وشيء من هذا القبيل على فكرة لا أعرف شخص واحد على فكرة قدم للناس في سوريا أكثر بكثير من مقدمة وحدة الدعم والحكومة المؤقتة مجتمعين عار على فكرة أن يبقى دولار واحد بأرصط الوحدة أو الحكومة المؤقتة قسما بالله شيء مثل الكذب جريح مشلول مملاقي يأكل بالأردن وأولاده بالطرقات عيال ما معها تأكل بالمفرخ وإربد وأصحاب البيوت تقلعهم من بيوتهم جرحى هائمون في الأرض في لبنان سبعمائة واحد من معركة القلمون ما في واحد منهم إلا ومبتورة إيده أو رجله ما أحد دعمهم بدولار واحد بسرير واحد من وين ما بدهم يحنوا للنظام ويرجعوا لهم؟ أنتم لا يلا عير ولا يلا نفير قطر بتبعت عشر مليون دولار بتقولهم اصرفوهم واثقوهم وتعوا خدوا غيرهم في الوحدة أقصد وحدة تنسيق الدعم بيضلوا ثلاث شهور على فكرة وأربع شهور والناس ميتة من الجوع والقهر وما بيصرفوهم وعلى خد نجيتك بيسموه واحد لو في ناس من قلبه رب بتخاف الله وتشتغل بيوزعوهم بيوثقوهم وبيأخذوا غيرهم كل ما قالوا لهم لك بس توثيق 40% ما في وأنا بقولها من هون بلسان الكثير من السوريين اللي بيستلم مبلغ هالقدها من عشر دولار للميت دولار للمليون دولار من الحكومة المؤقتة ولا من واحدة تنسيق الدعم دون أن يأتي بكشف موثق فيما صرفت ولمن سلمت ولماذا؟ معناها هذا لص حرامي حتى يثبت العكس نحسن الضم بكل الناس هلا من أتي على قضية مشكلة واحدة تنسيق الدعم مع الحكومة المؤقتة اختلفوا موقف التلقيح على الأطفال على فكرة أنشط شيء باحدة تنسيق الدعم هو لقاحات الأطفال تلقيح أطفال حملات تلقيح أطفال تقول ما عندهم شغل basket تلقيح أطفال في وزير الصحة في الحكومة المؤقتة قال لازم يكون هي فيه انطباع أن رئيس الحكومة المؤقتة أبو صالح أحمد طعمة يطالب أن يكون واحدة تنسيق الدعم جزء من وزارة الصحة ومشان يعني أتمت العمل وعمل منظم وشيء من هذا وهي التنسيق الدعم ترفض والداعمين بالأحرى يرفضون من عدم منشان عدم التسيس لا حلوها لا خلاص فضوها عاد في مصاعب جمع في ناقصها الناس يعني الآن في رويترز كتبت مشكلة مششة من عنديات مشان ما أحد يقول لي هلا أنه والله ليش عبت أستاذفنا وليش عبت أحكي علينا تقول أنه وقفت اللقاحات لأنه في خلاف ما بين وزارة الصحة ووحدة سيق الدعم كعبت شو معلكم حكيت مع فترة مع أسامة قاضي الرئيس الوحدة هنا لون في الدفاع المدني بحلب بدهم 100 ألف دولار قال تكرم بس نعطيهم 20 ألف كل ما صرفوا 20 يوثقوها ويأخذوا غيرها أخذوا 20 ألف وهذا وش الضيء لا بعتوا توثيق ولا رجوا يأخذوا غيرها وين الخلل معناتها هون في هالحالة هالخلل مش عوحدة تنسيق الدعم ما بهك إذا أنتو حجر عثرة أمام الناس استقيلوا وخلوا الناس هيك تدبر أمورها على الله مثل ما كانت خلاص عاد فكونا عاد الآن ننتقل الموضوعات